في العراق أصبحات الانتهاكات واقعا تحت عنوان تداعيات الغزو والاحتلال وسبل تحقيق العدالة شهدت مدينة إسطنبول التركية انعقاد ندوة قانونية استذكارا لمرور 15 عاما على الغزو الأمريكي للعراق مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام ومركز جنيف الدولي للعدالة والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب هي الأطراف المنظمة للندوة التي تناولت حقبة الاحتلال وآثاره السلبية الحقيقة الهدف الأساس هو أننا يجب أن لا ننسى ما حصل في العراق عام 2003 الغزو والاحتلال الأمريكي وكل نتائج هذا الغزو المتحدثون صلتوا الضوء على حجم الخسائر البشرية والاقتصادية التي تكبدها العراقي نتيجة الغزو إضافة إلى دور الغزو في تمزيق النسيج الاجتماعي وإشاعة الطائفية الاحتلال الأمريكي منذ مرحلة ما قبل 2003 قسم المجتمع العراقي تقسيما طائفيا بدءا من مؤتمر لندن في عام 2002 ثم بعد ذلك في مؤتمر صلاح الدين وقسم العراقيين إلى أكثرية وأقلية وإلى عرب وكرد وبالتالي هو من سعى إلى هذه الحالة السلبية في المجتمع العراقي كما صلت المتحدثون الضوء على جرائم استهداف العلماء والاختيالات التي طالت العقول فضلا عن قمع المتظاهرين الرافضين للاحتلال وقتلهم ولم تقتصر جرائم الاحتلال على ما سبق بل تعدتها إلى تغييب الحقائق وتعطيل دور البعثات الأممية إلى العراق حيث ذكر المتحدثون أن بعثات الأمم المتحدة إلى العراق بعد الغزو كانت معطلة تماما وتخضع تقاريرها المرفوعة إلى محافل دولية لعملية تزوير وتزييف من قبل الحكومات المتعاقبة على العراق بعد الغزو تواجد الممثلين عن الشعب العراقي الحقيقيين ضروري جدا ومن الضروري أن يكونوا متواصلين مع كل أجهزة الأمم المتحدة سواء في نيويورك سواء في جينيفا لإعلاء صوتهم وللتأثير في صنع القرار الخاص بالوضع في العراق تلي هناك فرصة حقيقية للمحكمة الجنائية الدولية وتحديدا مكتب الإدعاء في المرحلة المقبلة من أن يقوم بفتح تحقيقات ولكن أعتقد أنها سوف تقتصر على بعض الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا الانتهاكات في العراق وختمت الندوة بورقة البحث الأهم المتعلقة بكيفية تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى المحاكم الدولية وجدوا إمكانية فتح جسور تواصل مع اللجان الحقوقية العالمية علها تفلح في الاقتصاص من المجرمين وإرغامهم على دفع التعويضات لشعب بأكمله ظل وما زال مؤمنا بأن الحق لا يموت بالتقادم المتحدة الأساس وهو تحقيق الأمن والسلم العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر